وخلينا نحكي عن عمل الروح القدس طالما ذكرت يسوع في حياة يسوع الإنسان كابن الإنسان على الأرض على الألّة يعني البعض يساء فهمنا فحياتنا إحنا كمشور مظبوط كده لأن الرب يسوع لما جيه جي الملاك للعزراء مريم وقال لها ما تخفيش المولود منك ده جاي من عند الرب روح الرب يظل لك وانت هتحبالي وتلدي ابنا يدعى عما ينويه في الجزء الثاني أو المرون منك يكون ابن الله فإذا روح القدس كان موجود في الولادة بتاعة يسوع وروح القدس مولود في ملادة كل مؤمن لأن مفيش مؤمن يصد الملاد الثاني والولاد الروحي الملاد الثاني هو نقاس من العالم الجزئين ملادة طبيعية إنسان طبيعي زي آدم بالضبط زي آدم بالضبط وبيعمل اللي يعمله آدم وعشان نتغير من آدم وعشان يكون لنا صورة سماوية لازم نقبل عمر الرب يسوع ولازم نتولد ولادة تانية فيكون لنا هوية تانية يكون لنا شخصية تانية شخصية تانية كلمة شخصية أصلها في العربي مش واضحة شخصية أصلها طبيعة يعني جديدة الشخصية في الإنجليزية ليها جزئين personality اللي تولدت به والكاراكتر اللي أنت بتانمو به فالروح القدس بيدينا كريستيان كاراكتر شخصية مسيحية وبتضغير فينا كما كان الروح القدس موجود في ولادة رب يسوع الروح القدس مولود في ولادة كل مؤمن الجزء التاني والمهم والخطير واللي هو بيمثل الامتلاء الرب يسوع وفي آية معينة في يوحنة وهو يوحنة المعمدان بيشهد عن اللي شافه في يوحنة واحد يقول كده إن أنا شهدت بأمانة ورأيت وبقول لك الحق اتقال لي اللي حييجي الروح القدس كهيئة حمامة واستقر عليه هو ده الشخص الموجود وأنا أشهد بالحق إنه ابن الله الآية دي وضحت شيء معين بس اللحظة الوحيدة اللي استقر فيها الروح القدس على الأرض الروح القدس لم يستقر على الأرض أبدا إلى أن استقر على كتف الرب يسوع في المعمودية استقر فالروح القدس خد راحته بهيئة جسمية كحمامة خد راحته واستقر لأنه كان زمان ييجي ويمشي وييجي ويمشي في العهد القديم تقصد أي والعهد القديم إحنا العهد الجديد إحنا ما بيمشيش العهد الجديد إحنا ساكن جوانا أمين أمين لكن هو الرب يسوع استقر عليه استقر عليه يعني معناها أن الروح القدس عارف مكانه أنه حيتابع مع يسوع ويمشي مع يسوع وحيستلمي الكنيسة بعد يسوع عشان يمجد يسوع فده اللي حصل وده اللي بيحصل في حياة كل مؤمن في المعمودية ده حصل لما يسوع اتعمد بالماء لما فتحت السماء وقال هزها وابن الحبيب الذي بيه سررت وجاء الروح القدس بصورة جسمية صورة حمامة واستقر عليه لما استقر عليه أصبح الروح القدس بالفعل بيحرك يسوع المسيح الإنسان لأن يسوع إنسان كامل إنسان كامل بلا خطية وهو إله كامل فهو إنسان الله أو الله إنسان ما تظهر اللي أنت عايز تقوله اللي تنزى بعض لأنه هو متميز في وضعه عجيب في مكانته فريد في نوعه فإحنا اللي يعرف يسوع ما قدرش يقول غيره أنه كله حلو كله حلو ما فوش حاجة وحشة وكمان لما تدرس أكتر فيه تعرف أن يسوع عجيب ما فيش حد زيه ما فيش حد زيه متفرد متفرد في شخصيته متفرد في أفكاره متفرد في طريقته كإنسان متفرد في كينونته كإبن الله فريد نعم فالروح القدس كان مستمر مع الرب يسوع في كل هذه الأمور وده اللي بيجي للمؤمن في اللحظة اللي ييجي فيها بعد ما يقامن يبقى عايز ليه أشواء أكتر ياخد من الله وأشواء أكتر أنه يدبع الله وأشواء أكتر يكون زي يسوع وده اللي بيجي بروح القدس يملأه اطريق الامتلاء من الروح القدس الامتلاء من الروح القدس مش هينزم السماء لكن أكتر أنك أنت تدي أكتر فالروح القدس يملأ أكتر تدي أكتر من جوه تديره مساحة جوه حياتك تديره مساحة جوه قلبك وهو يملأ المساحة legatman يمتلك بالتمام كل اللي عندك فتكون فعلا مسلطرة عليك بروح القدس تحت سيطرة وخلاة الروح القلس وتعمل مشيئة الآب في كل ما تصنع